المنجز الرياضي أهلا بكم حافظ فريق الباطن على موقعه في دوري جميل رغم تعادله إيابا مساء اليوم أمام ضيفه نجران بهدفين لمثله ومستفيدا من فوزه في الذهاب بهدف دون رد وشاهد اللقاء ندية عالية بين الفريقين تقدم فيها الباطن أولا عند الدقيقة التاسعة والثلاثين عبر مهاجمه البرازيلي دي سلفا وأدرك نجران التعادل بعدها بعشر دقائق بواسطة حمد فارس وفي الشوط الثاني تمكن نجران من افتتاحه بتسجيله هدفا ثانيا عن طريق حمد ربيعي عند الدقيقة الثانية والخمسين قبل أن يدرك خالد العنزي التعادل للباطن بعدها بثلاث دقائق يواصل الفريق الهلال والأهل الاستعدادة للنهاء كأس خادم الحرامين الشريفين والذي سيقام الخميس المقبل على استعم مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وتركزت تدريبات الفريق الهلالي مساء اليوم على النواحي البدنية والفنية وسط مشاركة نواف العابد والذي أبدأ جاهزيته للقاء بينما واصل سلمان الفرج وياسر الشهراني وياسر القحطاني وليو برامجهما التأهيلية المعدة لهم مسبقا ومن المتوقع أن تصل بعثة الفريق مساء اليوم إلى جدة وفي الجانب الأهلاوي عمد مدرب الفريق غروس لإغلاق التمارين حتى موعد اللقاء من أجل تجهيز الفريق بشكل أفضل وطالب غروس الجهاز الطبي بضرورة تجهيز عمر السومة من أجل مشاركته في اللقاء ومن المنتظر أن يتم تحديد إمكانية مشاركة السومة من عدمها خلال تدريبات الليلة وكانت إدارة النادي قد رصدت مكافآت مالية كبيرة لللاعبين في حال تمكنوا من تحقيق الكأس وفي سياق متصل يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم مساغد الإربعاء مؤتمرا صحفيا لمدربي فريق الهلال والأهل عيشية المباراة النهائية والتي من المتوقع أن يفند المدرباء المدربان فيها أوضاع الفريقين وأهمية إحراز اللقب أعلن نادي التعاون القائمة الأولية لمرشحي لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي والتي ستعقد يوم الخميس السابع من رمضان 1438 وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي وعلى ذات الصعيد يفتحوني يفتحوا باب الطعون اعتبارا من اليوم الثلاثة ولمدة ثلاثة أيام وذلك حسب البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الصادر من اللجنة العامة للانتخابات قدمت إدارة نادي النصر مذكرة استئناف لمحكمة التحكيم السعودي على خلفية قرار مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف النادي لفترة تسجيل واحدة مقبلة وترفض إدارة النصر قرار حرمانها من التسجيل بجانب قرار إيقاف اللاعب عوض خميس لفترة لا تقل عن ستة أشهر وكذلك الغرامة المالية التي تقدر بنصف مليون ريال وكونت إدارة النادي العاصمي طوال الفترة الماضية بإشراف محامي النادي مذكرة احتجاج خاصة للرد على العقوبات التي تعرض لها النادي واللاعب أكدت إدارة نادي القادسية الكويتي أن العرض الذي تقدم به نادي الاتحاد حول تجديد عقل لاعب خط الوسط فهد الأنصاري للموسم المقبل سيكون حاضرا على طاولة مجلس إدارة القادسية خلال اجتماعها المقبل وأشارت أنباء صحفية بأن هناك توجه من قبل إدارة القادسية على قبول العرض المقدم من الاتحاد في ظل اتفاقهم مع وكيل اللاعب على كل التفاصيل المالية الجدير بالذكر أن اللاعبين المحليين في الدور الكويتي لا يملكون أي عقود رسمية مع أنديتهم كونهم مقيدين في كشفات الهيئة العامة للشباب والرياضة تحت بند هواتة ويصرف لهم رواتب شهرية من الهيئة قيمتها خمسة آلاف ريال سعودي لكل لاعب ويتم صرفها لهم كل ثلاثة أشهر يلتقي فريق يوفنتس مع نظيره لاتسو في نهاء كأس إيطاليا لكرة القدم غدا الإربعاء على الملعب الأولمبي في روما ويسعى يوفنتس إلى تحقيق ثلاثية تاريخية إذ يتصدر الدور المحلي وبلغ نهاء دور أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في الثالث من يونيو المقبل ويحمل يوفنتس لقب الكأس في آخر سنتين وقد توج 11 مرة من عام 1938 وحتى عام 2016 فيما يعد فريق لاتسو من الأسماء المرموقة على صعيد الكأس فقد بلغ النهائي للمرة الثالثة في خمس سنوات والتاسعة في تاريخه المنتظم من ستة ألقاب كان آخرها عام 2013 على حساب جاره روما